لإنهاء الانقسام ويدنا ممدودة لنعود جميعا لإنتاج مشروعنا الوطني الأصيل في إطار لقاء وطني شامل يعيد للحقوق تعريفها الصحيح فليست القدس قضية مؤجلة ولا قضية اللاجئين قضية مؤجلة ولا قضية الدولة مؤجلة ولا الأرض مؤجلة ولا الحدود مؤجلة كل ذلك على طاولتنا من أجل التحرير وليس من أجل المفاوضات ولا المساومات رابعا نرفض كل خطوة يحاول أصحابها فرض المشروع من خلالها ومن ذلك ما يسمى ورشة البحرين للإزدهار الاقتصادي وندعو إلى مقاطعتها وندين كل مشاركة فيها أيًا كان الذين يشاركون خامساً المقاومة في فلسطين ستكون كما عهدتموها سنحافظ بإذن الله على عهدنا وسنعمل لإسقاط هذه المؤامرة والمقاومة في كل يوم تزداد قوة ولعل المواجهة الأخيرة في غزة كانت رسالةً واضحة أننا لن نتراجع ولن نستسلم سادساً نثق بأمتنا بشعوبها وبقواها الحية ونؤكد أننا جزء منها وأنها حملت معنا القضية وأن صمود شعبنا واستمرار مقاومتنا كان بعد فضل الله سبحانه وتعالى الفضل فيه إلى هذه الأمة ببذلها وعطائها ودعمها ومواقفها ولن يهز ثقتنا بأمتنا بعض المواقف الرسمية الخارجة حتى عن إرادة شعوبها وهذا اللقاء هو أحد ملامح حيوية وقوة أمتنا ونحن ندعو إلى تطوير آليات العمل الشعبي والجماهيري من أجل مواجهة ما يسمى صفقة القرن وندعو للعمل من أجل تجاوز ما أصاب أمتنا من جراح في السنوات التي خلت لنكون صفاً موحداً في مواجهة التحديات التي تستهدفنا اشتركوا في القناة